طبعاً وأنت بتتكلم ذهن راح أوتوماتيك للكنيسة الأولى أو تاريخ الكنيسة الكنيسة كانت يعني شخص يرنم ترنيمي ترنيمتين كان جزء من العبادة كانوا يعملوا قراءات من الكتاب المقدس لما نقول قراءات يقرأوا السفر كامل رسالة كورونتوس تسالونيكي أي سفر كانوا يقرأوا بالكامل كان القراءة الكلمة كان جزء كمان من العبادة وبعدين في تفسير الكلمة أو شرح الكلمة وبعدين في كلمات الوعز التشجيع والبنيان وهاي كانت فعلاً من عداد الكنيسة الأولى بما أن أنت خادم سوري المؤاطعة بس ترنيم الكنيسة الأولى كله كان مش بترنيم منظومة بأشعار وما إلى ذلك كانوا بيأخذوا الآيات مثلاً زي العظم غنى الله ونعمته الفائق كانوا يأخذوا الآيات يقولوها بنغمة واحدة كانوا يحفظوا بها الكتاب يعني التاريخ بيقول كده أنا فيه كتير قوي خلال البحث والدراسة ترنيم الكنيسة الأولى ما كانتش ترنيم منظومة باختبارات أشخاص لكن كانوا بيأخذوا مقاطع من الكتاب زي رأينا مجدوه ومجداً كما لوحيد من الآب والكلمة وصار جسد دي كانت ترنيم من ضمن ترنيمات الكنيسة الأولى لما كانوا يجتمعوا معاً كانوا يترنموا بمثل الحقائق الروحية على هذا النحو وده كان تشجيع يعني وتأكيد لهذا الموضوع الكنائس التاريخية الكنيسة الأرمن والأنجليكن والأقباط والأرتودوكس اليونان إلى آخر بولكات بتلاحظ أنه من كل القراءات التي كانت تردد كترنيم أيضاً هي آيات من الكتاب المقدسة نظموها بشكل ترنيم أنا بتمنى من كل قلبي أنه يرجع هذا النظام أنه نعطي يعني وقت أكتر لكلمة الله تقرأ في الكتاب اليوم إحنا مرات بنقرأ مقطع بسيط ومنوعز ساعة عن هذا المقطع بدل ما أنه ناخد مثلاً تلت ساعة وأكتر نقرأ كراءات من الكتاب المقدس اللي بتساعد مع الزمن أن نحفظ كلمة الله اشتركوا في القناة